يا أخي يا معز نحكي لك على الحكاية هم طلبوني أنا السبع متاع العشيك عرفت عمر مجيش خرجت نسل في أولاد الحومة يا أخي هو الراشل اللي ولد وغرق معا والدي عدالي التاليفون قال لي ثم شكون يكلم فيك قلت له شكون قال لي بوليسية هو البوليس قال لي أنتي أم عمر قلت له أخي عمر شديته في أستاذ اسبقته بالحديث قال لي ليه عمر رو مفقود قلت له كيف يتفقد أستاذ أنا من كثرة يا أخي يا معز من كثرة أخيرت نخسر لي ليمشوا الأستاذ كل يحسبوه يا أخي هو عمر توفى جاءتني يوم التفلي اللي توفى قلت لي رأى والدك غرق في الويد مشيت للقهوة تتصور أمراء وتمشي في قهوة مشيت للقهوة تتعرجي أنا داخله نقول له يا نوردين على راجلي قلت له يا نوردين عمر تتح في الويد ويقول لي بري رو حدك تفلص معنا بيها عم نصاعتاش من السناء قعدت نعيش في غايبوبة يا أخي يا معز هم يقولون لي يبكي عمر مات ونقولهم عمر مشيت فرش في الماتش تعيبت برشة يا أخي يا معز عمر خلالي ذكريات بيه مش عمر خاطر كيميت نحكي بيه عمر عاقل عمر مقلقنيش عمر حتى في مصروفه اللي نعطيه هولو يرضى بيه عمر خلا تليفونه حاجة بركة اللي مستحفظة بيه متو كفنه اللي فضل وتليفونه قلت له ممكن موت حطهم لي على وجهي أنا نطلب من سيد الرئيس إذا كانوا يتفرج فيه ومسؤولات اللي معنيين باللمر يخذولي حق والدي أنا ريتوا تأخذوني على قد عقلي اللي أنا نخذرونهم كاينيش بدوا علي بالمرتاح كايني معنتها حاجة بسيتة وقلت له وطيحوها في ويدوا قاعدين يدوروا أنا شبحيس أنا وقت نشوفهم هما لبس عليهم بالجيل الشعورات بالجيل وأمورهم واضحة وقاعدين نحس هما عندهم حاجة بسيتة عمر 18 سناء والدي كالفرحة كالوردة والدي مشي بالجيل والدي مشي مبدل والدي مات عدشان والدي مات جيعان والدي مستانس حتى يضربوه بالغاز ويروحلي يروحلي ويقول له عميرة ايه جفتر يا روح يا عمري يقول لي أمي رمضة راسي يوجع من الغاز ونرتاح شوية ونفتر عمر خرج قال لي باي باي يا أمي عارف روحوا نهارتها بأولدي باش يموت أنا لو كان يا أخويا معز أميتي نجيت نعرف في ثم ويد بحت استات أنا ما نعرفش يا أخويا معز راني حتى تونس ما نهبت لهيش ما نعرفش نهبت ما نعرفش اللي هو عمر مات ثم ويد في استات ما نعرفش ولا أنا روكي غاب علي عمرة ديك أراني مشيت الاستاد أنا ما نعرفش نمشي حاجة أنتي بعثت هو الرسالة يا أخويا معزنا بعثت جوابه رسالة مؤثرة جدا تنقرأوا منها شوية شوية شنو طالبة من رئيس الدولة شنو طالبة من رئيس الدولة أنا طالبة من رئيس الدولة يحن علي ويروف علي ويظهر لي حق والدي يوقف معايا ويناور لي حق والدي نحب حق والدي يظهر خلينا أنا نرتاح خلنعيش الولاد ينمزاله أنا يا أخويا معز نحكي لك حكاية أنا ولدي تسع سنين في تسع سنين ما روح ليش حاس على أخوه مش يموت على أخوه يقول لي يا أمي عمر روين ويا أمي أخويا ما هبطلوش للدفين متاعه أخوه يشوف فيه كان في التصاور أخوه أنا تشويت يا أخويا معز